التلوث السمعي الناجم عن الازدحام المروري والتعرض للهواء الملوث يؤديان إلى زيادة احتمال الإصابة بارتفاع ضغط الدم وفق دراسة أوروبية وبحسب الدراسة يصاب شخص إضافي من كل مائة شخص في الفئة العمرية الواحدة بارتفاع ضغط الدم في المنطقة الأكثر تلوثا في المدينة مقارنة مع الأحياء التي تتمتع بمستويات أدنى من تلوث الهواء هذا الخطر موازن لذلك الذي يواجهه شخص يعاني من البدانة أي أن مؤشر كتلة الجسم لديه يتراوح بين 25 و 30 وتناولت الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة أوروبيان هارت جورنال المتخصصة 41 ألفا و 72 شخصا يعيشون في النرويج والسويد والدينامارك وألمانيا وإسبانيا أصيب 6207 أشخاص أي 15% بارتفاع في ضغط الدم أو بدأوا بتناول أدوية ضد ارتفاع ضغط الدم وبين سنتي 2008 و 2011 أجر الباحثون قياسات لمستوى تلوث الهواء خلال ثلاث مراحل يفصل إحداها عن الأخرى أسبوعان لأخذ آثار تغير الفصول في الاعتبار وزاد خطر الإصابة بارتفاع في ضغط الدم بنسبة 20% للسكان في المناطق الأكثر تلوثا مقارنة مع أولئك المقيمين في المناطق الأقل تلوثا وبالنسبة للتلوث السمعي بحسب الباحثين فإن من يعيشون في شوارع تتسم بالضجيج مع حركة مرورية صاخبة يعانون خطرا أكبر بنسبة 6% للإصابة بارتفاع في ضغط الدم بالمقارنة مع الأشخاص المقيمين في الشوارع ذات مستويات الضجيج الأقل بنسبة 20% طلعت موسى العربية